اقول فضيلة الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعت كثيرا من الاقوال والاراء عن رؤية الخطيب لمخطوبته البعض يقول بانه جائز البعض يتحرز لذلك بوجود ولي الامر والبعض يعتمد على رؤية احدى القريبات فهل يجوز رؤية الخطيب لمخطوبته قبل عقل زواجها ارجو ارشادي الى حكم ذلك حفظكم الله وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعثان إلى يوم الدين الشواط على هذا السؤال أن نقول نعم يجوز الخاطب أن يرى مخطوبته لكن بسروح الشواط الأول أن يحتاج إلى رؤيته فإن لم يكن حاجة فالأصل منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه بقوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفروا فروجه ثانيا أن يكون عازم على الخطبة إن كان متغبدا فلا ينظر لكن إذا عزم فينظر ثم إما أن يقدم وإما أن يحجي ثالثا أن يكون النظر بلا خلوة أن يشترط أن يكون معه أحد من حارمها إما أبوها أو أفوها أو أمها أو خالها وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بمرأة إلا مع المحرم وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيك الحمو قال الحمو الموت الراضع أن يغلب على ظنه إجابة أهلها بل أن يغلب على ظنه إجابتها أو إجابة أهلها فإن كان لا يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه إذ أنه لا يجاب إلى نتاح هذه المرأة سواء النظر إليها أو من المنظر إليها اشترط بعض العلماء أن لا تتحرك شهوته عند النظر وأن يكون قصه مجرد الاستعلام فقط وإذا تحرك شهوته وجب عليه الكف عن النظر وذلك لأن المرأة قدر أن يعقد عليها ليست محلا للتردد بالنظر إليها فيجب عليه الكف ثم أنه يجب في هذه الحال أن تخرج المرأة إلى الخاطب على وجه المعتاد أي لا تخرج المتجملة بإستياب ولا محسنة وجهها في عنوار محاسن وذلك أنها لم تكن الآن زوجة الله ثم أنها إذا أكثر على وجه المتجملة لا بس أحسن إستيابها فإن الإنسان قد يقدم على إستيابها نظرا لأنها ظهرته في أول مرة ثم إذا قجعنا إلى الحقائق من بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجه هذه أول مرة دارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر